مشاهدين الكرام مشاهدي كناة الصحة والجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج للكبار موضوع الحلقة النهاردة عن الرياضة والضيط وتحقيق الجسم المسئلة دي في الحلقة كابتن حايمة سمير مدرب بنادي الجزيرة أهلا بك يا كابتن نورتني على فكرة جدا النهارة إن شاء الله الحلقة كل الناس تستفيد منك إن شاء الله طيب نبتدي كده أسئلة مع بعض على كتوله عشان أنا ما بحبش أزوع كتير إيه المكملات الغذائية اللي الناس بتأخذها وليها تأثير سلبي ولا أجابي تمام يا الفترة الأخيرة بدأت فيه كلام كتير عن مكملات الغذائية وناس كتير بتعارض المكملات الغذائية على أسناس اللي هي بتضر الإنسان أو بتعمله مشاكل صحية وده غلط جدا لأن المكملات الغذائية هي في الأصل هي بتكمل احتياج جسمك يعني مثلا أنا دخلت الجيم مطلوب مني لأي أخذ كمية بروتين معينة كمية كربوهدريت كمية فيتامينزوميني لازم معينة أنا بمكمل الغذائي بيكملي ناقص عندي مثلا أنا نظام أكلي مش مكمل احتياجي من بروتين فبضطر أن أجيب مكمل بروتين أكمل احتياجي بس الناس خلطة بين البروتين أو مكملات الغذائية وبين المنشطات المنشطات اللي فيها خطورة طبعا وكلنا ضدها ومش معاها جدا لكن المكملات الغذائية لأعملاش أي ضرر لو أنا بخدها حسب احتياج جسمي وخصوصا بعد أول ثلاث شهر من التمين أول ثلاث شهر باهتم أكتر إن أنا أعتمد على الأكل الطبيعي واعتمد إن أنا جيبي أحتياجات كلها من الأكل لو أنا شايف المكملات دي مش بتنفخ الجسم يعني أنا سمعت اللي هي عشان تنفخ الجسم بسرعة يعني تنفخ الجسم بسرعة يعني تبني عضل بسرعة العضل اللي تنفخ أنا عشان أزيد أصلا العضلات أو عشان العضلات تكبر أنا ما بأتمرن بهدى الأنسج العضلية بسلوب بسيط جدا فبحتاج بروتين عشان أصلح الأنسجة دي أنا احتياجات أجلي ما بتكفيش احتياجات بروتين فباخد مكمل غذائي سواء بقى بتاحت مسمى بروتين سواء ملتي فيتاميز اللي أنا إسل الفيتامين معين سواء منتج مثلا زي الكرياتين أو الجلوتامين حاجات بتعمل استشفاء أعضلي لكن المكملات الغذائية دي كلمة كبيرة فيها فيتامينات فيها منرالز فيها منتجات بروتين كلمة كبيرة يعني فعش أقول ممنوع المكملات لا لو أنا مسموح لمكمل معين والدكتور اللي إلي عليه أو المدرب حسب حالتي ونقص جسمي ممكن يأخذه عادي طيب إزاي رجالة يزود هرمون التستستيرون اللي هو هرمون الزكورة عشان خطر يبنو عضلات للجسم خلينا نتكلم أن هرمون التستستيرون ده هو المسؤول الأول عن تكوين العضلات وكسفت العضم وتموزيع الدوم في الجسم فأي حد داخل الجنب أعايز عضلات أكيد فلازم يهتم جدا بالتمرين والأغذية ما هي الأغذية اللي ممكن يأخذوها؟ نتكلم أول كتمرين كاشوالي أهم التمرين اللي يتزود هرمون الزكورة هي تمين الرجل كثير يتمرون الجنب ويهملوا جدا تمين الرجل مش هتمرر الرجل صعب تمين الرجل هي كسط صعب بس مهم جدا بيزود هرمون الزكورة بيزود الجروس هرمون الطبيعي اللي في الجسم بيدي تناسط ما ينفعش بقي مش مفيش تناسط بين الجسم الفوق والجسم التحت لازم يكون الاتنم تناسطين جدا وش ليها شكل جمالي فلازم نهتم جداً بتامرين الرجل وفي حاجة اسمها تامرين مراكبة تامرين مراكبة زي الديد ليفت زي السكوات زي البنج بريس التلات تامرين دول بيزودوا هرمون الزكورة بشكل كبير جداً الأغذية بقى أو الحاجات اللي أعملها عشان تزود هرمون الزكورة أول حاجة أبعد عن التوتر والقلق كلنا عارفين ان التوتر والقلق بيفرز هرمون اسم كورتزون الكورتزون ده اللي هو عديو التوستيرون فيما كورتزون بيزيد في الجسم هرمون التوستيرون بيقل طبعاً النوم لازم أنام من سبعة لتسعة ساعات بشكل مستمر وحاجة اسمها دي بسليبنج عشان جسم يفرز هرمون الزكورة وعشان يفرز جلوس هرمون طبيعي وعشان جديد هرمون الزكورة بتزيد أكثر بالنوم الطبيعي الأغذية الدهون الصحية اللي الناس كتير خلطة بين الدهون والدهون الصحية دهون الصحية فيه دهون صحية؟ أه طبعاً الأفوكاتو مكسرات زيت الزكورة كوكونات أويل السالمون فيه كمية دهون رهيبة تزود درمون الزكورة وطبعاً فيتامين دال فيه ناس كتير عندنا نقص فيتامين دال بمتعرضش للشمس بس لقوا اللي فيتامين دال بيزود درمون الزكورة والزنك المكسرات الدهون اللي ممكن نخدها منها مش دي ممكن تتخن الجسم؟ المتحكم اللي أنا أتخن جسمي أو أخسس جسم السعرات على مدار اليوم يعني أنا لو بيأكل سعرات حرارية أكتر ما جسمي محتاجها هتخزن دهون طبعاً حتى لو من دهون جسمي حيلاقي الوسيلة اللي هو يخزنها فأنا السنة بأخدي أحتاجات جسمي من دهون على حسب الكدرس المتاح حرارية في اليوم لو أنا مسموح لي ليأكل كمية سعرات حرارية معينة بحدي بأخد عشرين في المية بس منها دهون فقط تمام طيب إزاي يكون عندي عضلات في بطني؟ بس أهم حاجة في المون الزكورة أنت ستقولها الزنك الزنك مهم جداً همون الزكورة موجود طبعاً في الجامبايو محرر بحر وفي المكسرات والبوتاسيوم في الموز الحاجات دي كلها بتزوت المون الزكورة تمام طيب لو عايزة أطلع عضلات لبطني عشان يبقى شكلها متناسك عضلات البطني دي تكفصة كبيرة قوي عضلات البطني دي كل أي حد داخل الجيم عايز عضلات بطني خلنينا متفقين إن عضلات البطني هي مراية الجسم يعني لو أنا عامل جسم كويس عضلات بطني شكلها وحش هكون شكل مش حلو خالص ولو أنا عامل جسم حلو جداً وعضلات بطني وحشة شكل مش حلو فهي مراية الجسم إزاي بقى يكون عندنا عضلات بطني؟ أول حاجة نظام أكل يعني أكل نظام أكل صحي فيه بروتيل وفيه كهربوهدريت وفيه فات صحي ما ينفعش طبعاً فيه جنك فوض يعني مفيش حلويات مفيش مياه غزية مفيش شيفسي مفيش شكولوترات حاجات دي كلها مش هتلاقي عضلات بطنك على أول فترة بس ما تقولش أن البيبسي ممكن يطلع كيفش لا بيطلع كيفش طبعاً كمية سكر رهيبة بس ممكن نبدلو بسكر ببيبسي دايت طبعاً أحسن كتير بس يعني ملوش نسب معينة مثلاً لا خالص بجد لو عايز عضلات بطن مفيش مفيش سويتس مفيش دونتس مفيش أي جنك فوض خالص للأسف وكده يبقى البطن لا طبعاً فيه حاجة كتير ممكن تمارين البطن اه تمارين البطن صعبة جداً مهي صعبة جداً بس مهمة جداً وفيه ناس كتير بيتمرن كل يوم دا اللي باستغربوا جداً تمارين البطن هي 3 يام في الأسبوع لأن أصلاً تمارين البطن موعة زمائية من الأسبوع شغالة شغالت طبعاً في تمارين كلها خصوصاً التمارين المركبة زي الديد ليفت والسكواتس والبينش بريس كل دا عضلات بطن بكون شغالة أصلاً طيب مشاكل الديد اللي ممكن تقابل الناس وإزاي تقلب عليها؟ المشاكل الديد هي حاجة كتير حسب الشخص نفسه يعني ممكن حد يجي يعمل دايت أول حاجة استعجاب نتائج ببقى عايزة أخيص بسرعة فزي ما انت تشتغل عشان تحسين وضعك المادي لازم لازم تتمرني على طول عشان جسمك يكون مستمر يعني ما ينفعش الرياضة تبقى بالنسبة لي ترجع تلات تشهر اللي أنا جاي كابتن أنا عايز تلات تشهر بقى عندي على ربط وبعد كده أرجع أكل تاني يعني حسيتني نفس جن لأ يعني مفيش كده هو خلاص عامل نظام أكل أو اتمرن لازم يحفظ على الروتين ده تاني حاجة المحد الجوع الناس كتير بيتعمل دايت تقول لنا جعان ليه بقى أبو الجعان؟ تلاقيه بياخدش عشان بيغضوا كميات صغيرة من الأكل؟ كده مش هيجوع لو هو أصلاً بيأكل لو بيأكل وجبة واحدة أو اثنين في اليوم هم طبيعي يحس بالجوع لكن أنا أنا باسحة بافتر بعد كده أخد سناك بعد كده بغدة بعد كده بأخد سناك بعد كده بأتعشة مش هتحس بالجوع لكن اللي بيهس بالجوع بيأسحى من النوم بيأكل وجبة واحدة ويأكل بالليل جعان جداً فيأكل وجبة تانية فيقول لك أنا جعان فأحاكل أي حاجة بوزة ضايت طيب في بنات كتير بتخاف تروح الجيم وتتمرن أحسن يطلع لها عضلات زر رجالة موادي كتير أو بنات بيقولوها أو ما تخش الجيم أو ما تشوف التمرين كابتن أنا عايزة أتمرر بس مش عايزة أبعطلها عضلات تفتكر إلا العضلات دي هتبقى على نولد شوزينجر على طول لا خالص ما يفعش أصلاً المسؤولة الأوال عن حجم العضلات أصلاً هو هرموني تستيستيرون هرموني تستيستيرون موجودة عند الراجل والست عند الراجل بيتفرز من 300 إلى 1100 نيرو جرام في كل دي سيليتر معيش الأرقام والبنت من 15 إلى 75 أنا بقولك الأرقام بس عشان تشوفي الفرق كبير أوي بينهم يعني الراجل هي عشرين داع في الست فيعني مستحيل الستة لو بتتمرن بقى عندها عضلات حتى لو لعبة تمرين وحديد كوة أو كده ما يطلعش أكيد بيزوت نسبة العضلات بس مش حديد زي الراجل لأن فيه فرق كبير جداً بالإفراز هرموني تستيستيرون اللي هو المسؤول الأول عن حجم العضلات أصلاً فالبنت مهما تمرده بالعكس بقى جسمها أحسن، شكلها أحسن، صحياتها أحسن لكن مش هتحاول زي الراجل والبنات اللي بنتشوفهم ممكن عندهم عضلات زي الرجالة بيأخذوا جراعات كبيرة جداً من هرموني تستيستيرون بيأخذوا منها يعني بيأخذوا مكمل حاجة زي كده؟ لا بيأخذوا منشطات البنات اللي بتشوفيهم بادي بيلدرز واللي بيلعبوا واللي بتلاقيهم أحجام عضلات كبيرة مما عندهم حاجات جينية ودي قليلة جداً لما بتشوفيها أصلاً في رجالة بتتمرن كتير جداً ما عندها عضلات أو بتتعب جداً من الجيم ومش بسهولة يبقى عندها عضلات الأكل، نظام الأكل الناس كتير فاكرة التمرين بس هو أول حاجة لا نظام الأكل أنا من الناس اللي فاكرة ان هو ركع التمرين يعني يكن الأكل أشطى يعني أكل أشطى الأكل عادي أكل اللي أنا عايزة بس المهم بالتمرين أنا جسمي وزده محدد خلاص فلو أكل زي ما أنا عايزة بجد عملك هتلاقي نتيجة كويسة لازم يكون واخد باله من الأكل وعلى الأقل شايل الجنك فود وزيوت المهدرجة وزيت شايل كل الأكل السكريات طبيعي الموضوع ده صعب يعني مش سهل بجد في أول فترة بس أنا ما تبصي نسبة الناس اللي عندها كولسترول وضغط دم وسكر وسنة في الأطفال الموضوع بقى متشر جداً ده كل عشان أسلوب الأكل مش تمرين خالص بجد لازم نغير فكرة اللي نتضايت ده مشكلة أو الناس تخاف من كلمة ضايت لا كلمة ضايت ده أسلوب حياة أنا من الناس اللي بخاف من كلمة ضايت ماش انت ممكن تكون محظوظة للجينات الكويس اللي انت عندك الحرق كويس وجسمك بيخزنش دون بس الجينات بتختلف والأشخاص بتختلف الناس كتير هتلقاء بتاكل وبتدخن وناس كتير بتاكل وكبة واحدة وبتدخن فدي الفكرة لعندهم الحرق في مشكلة الحرق بقى في مشكلة بيباكلوش وجابات كتير ما بيمنسوش رياضة وناس كتير ده كاتر تجيين بيقولك ما تتمرنيش في الجيم لعما تيجي تعملي ضايت ما تتمرنيش في الجيم سمعتها أكيد ما أنا مش فاهم ليه برضو اه لي يعني أنا عندي مثلا سرعة حرق تمام ازاي ما الدكتورة تقول لي ما لا ما تتمرنيش ما تعمليش كل كذا وكذا وكذا ما تحط ليش لمون أي حاجة تعمليك حرق طيب ليه؟ خلينا ننتفق للجيم متلوقتي بقى لايف ستايل ستوب حياة يعني مغلايش نربط الجيم بشكل العضلات دي أول غلطة الناس كتير بتوقع فيه أهو طبيعي شكل جسمه مهم بس الجيم بيخلي غزب عنك هتزبطي أكلك مفاصلك أحسن صحياتك أحسن بتعملي كارديو اللي هو مهم جدا لجهاز الدوري التنفسي والرئتين ونفسي أحسن وصحياتي أحسن وشكلي أحسن ومودي أحسن ناس كتير بتتمرن تلوقتي المجرد اللي مدهى بيتحسن من التمرين فما ينفعش أحصل الجيم بس في الشكل العضل لا فيه ناس كبيرة بتتمرن بتبقى عايزة تحافظ على صحياتها بتعايزة مدهكم كويس وفيه بناك كتيب بتتمرن تبقى عايزة جسمه كويس فلازم الفكرة يتغير إنها رايح الجيم عايزة بقى بادي بيلدر لا فيه ناس راحة الجيم عندها هاتف تاني فيه واحد تاني عايزة بقى عنده نفس أحسن واحد تاني عايزة بقى لايف ستالي بالنسباله بادي الصبح وصحيته تبقى أحسن فغير الحجم العضل بجد الحجم العضل اللي هو ياخد باله بقى من أكله وهياخد كمية بأكل معينة بس أنا بشوفش حد منتزم في اللعبة دي اللي مضبط أكله جدا تمام طيب إزاي أثبت وزني على الميزان تثبيت الوزن ده هنرجع لأهم حاجة اللي هو السعرات اللي باكلها على مدار يوم تمام خلينا متفقين اللي أي الجسم بيترجم الأكل بسعرات حرارية يعني أنا كالت جرام روز كالت بروتين هيترجم من السعرات حرارية بجسم كل ما السعرات دي بتزيد جسمي بيزيد سواء بقى من بروتين أو من كاربوهدرية أو من فاتس بتتخزن السعرات دي دهون فلازم أخد بالي من الأكل أنا بطلت جيم أو بقيت شنزل الجيم لازم أخد بالي إن أنا بأكل سعرات حرارية مش أكثر من الجسم محتاجة يعني لو بطلت جيم لازم أخد بالي من كمية الأكل لدخل الجسم نعم طيب إحنا معنا فيديوهات الشحنة بقى تمام ده كاملين بايسيبس بايسيبس كورلز على الكنسنتريشن كورلز ده مهم جدا البايسيبس ده العادلة عادلة البايسيبس ده طبعا للولاد سا والله أولاد وبنات عادي يعني ينفعل التنين أصلا الفكرة في البنت زي مرتلك بيفرق من الراجل بالتستيسترون وحجم العادلات بيختلف تماما أصلا يعني التمرين اللي ينفعل البنت ينفعل الراجل الفكرة اللي ده ممكن بيعمل لها شكل عادل معين وراجل شكل عادل معين حسب الأكل مستجاب الجسم معنا فيديوهات تانية؟ نعم عافش أنت أجيب فيديوهات تمرين بصراحة نقولت أجيب فيديوهات عن تحقيقات طبعا ناخد الفيديو اللي بعدين نروح ونشوف الفيديو اللي بعدين فيديوهات كتير لتمارين ضوال بيت لا بس ده تمرين ليك برده لا ده تمرين بايسيبس برده يعني ده بيديوهات بلوز العضرة والكورلز دي حجم عضلاتي بيقى فيه زوال العضرات إن ده أنا باهتم إن أنا بعمل كزا زوال العضل عشان أتأكد ليه عمل ضخ دم إليها جامع بس؟ في معنا فيديوهات تاني؟ طب نعرضها أو ده؟ ده العضلة عضلة السعد يعني عشان خطر أزود عضل لهم؟ بس ده تمين أكتر تنفع لرجالة أكتر مش البنات البنات أكتر تمين فيها فانكشن أكتر حركة أكتر مع تمين ويت طبعا طيب لازم وأنا بتمرن أسمع مزيكة يعني عشان خطر أتمرن كويس أو تعدي التمرين؟ بتفسني بصلاح بتدي فصلان موت كلا شوية لا أركز في التمرين أكتر يعني يعني ديت بتفسني عن التمرين مثلا؟ مش بتفسني عن التمرين مثلا؟ يعني بترأي ويحسش بالوجع بتاع جسم؟ لا 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 ده مفيش أي كده بس هي بتدي موتفاشن مش أكتر يعني فيه ناس كده بتحب تتمرني حتى مزيكة يعني مش مش حاجة أسر طيب ليه الناس بتاكل الشوفان عشان تخس؟ الشوفان ده كصة كبيرة جدا لازم نتكلم عنه كتير أو الشوفان ده ناس بيتعاملوا كمكمل غذائي مش عارف ليه يعني كل اللي بيجيب عربة الشوفان فاكل اللي هو جايب عربة طويب روتين اللي هو عاخدها يتحول بادي بيلدر الشوفان واجبة كاربوهدريت زي الروز زي العيش البني زي البطاطا زي البطاطا الفكرة اللي هو بس بقى منتشرة الفترة الأخيرة في التخسيس عشان فيه ألياف انا كلنا عارفين الألياف دي بتحسك بالشبعة لفترة طويلة فلم باخد واجبة تشوفان هتديني كمية ألياف كويسة قوي بينزل الكولسترول بنزل ضغط الدم فيه كمية فيتامينات كويسة جدا فيه مينرات زيجامدة جدا فيه بوتاسيوم فيه ماغنيسيوم فهو واجبة حلوة جدا جدا اللي بيخسس أو سواء يزيد عضلات لان برضو المتحكم في الزيادة والنقصان هي السعرات يعني انت مثلا بتخسي اعتقد كمية أقل من اللي انا واحد بياخدها عشان يزيد طيب البنات اللي بيروحوا الجيم عشان يتمرنوا أهم حاجة عندهم انهم ما يعملوا جسم مثالي فيعملوه زي والتمرين بيظهر بعد ثلاث شهور زي ما بيتقال هي كل الوقت اللي يظهر فيه النتائج ده بيختلف من الشخص للتاني حسب استجام الجسم يعني انا ممكن اتمرن اعمل شي بعد ثلاث شهور ممكن غير احكم في ده طبعا جينات جسمي انا ممكن فين واحد استجاب الجسم للتمرين كويس واحد تغذيته كويس واحد بينام كويس فالتمرين بس مش هو الاساسي التمرين نظام الاكل نومي اسطوب حياتي كل ده بيخلي نتائج تزرق أسر بس بقفيد يحكي على الناس اللي هو في ثلاثة شهور اخليك بادي بيردر اخليك فتن سمودان بس بيظهرش اي تغير على الجسم التغير ده برضو راجع الحاجة تانية لو انا بتمرن كويس باكل كويس بادام كويس اكيد في نتيجة هتظهر كويس بس اللي انا وعيدك بنتيجة معينة بل ثلاثة شهر وانا اصلا مش متأكد انك بتاكل كويس او مزبطة نومك او مزبطة اسطوب حياتك اصلا مش هتلاقي نتيجة كويسة اللي هي ممكن ترديك فالنتائج بتظهر من الوقت الالتاني او من الشخص الالتاني حسب بجد جينات جسمه وحسب حياة كتير قوي غير بس التمرين الضيط يعني انا ممكن اكون بمرن كويس وانتي مش ماشي عن نظام اكل كويس ساعتها نتائج اكيد هتتأخر يعني ممكن مثلا لو انا مشيت على التمرين ونظام الضيط بتاعي كان مزبوط بعد قد ايه غير الثلاث شهور احسن استجابة جسم اول فترة في التمرين بجد استجابة الجسم حلو جدا لانه مش متعود ببساطة جدا انا اول مرة اتمرن عضلتي اول مرة انسجل العضلية اول مرة تلاقي تأثير تأثير تمرين فجسمي بيبقى في بونا سريع جدا ممكن اول فترة تتمرني تستغربي الى نتائج جامدة جدا اول ستة شوف بالزبط لانه جسم مش متعود ثانيا بتلاقي فيه حماسة تتقدمي والناس كتيب بتزبط اكلها في اول فترة فبتلاقي النتيجة حلوة بس بتختلف برضو بعد فترة جسمي بيتعود عالتمرين اكتر فلازم بقى ساعتها نوع في التمرين نغير انظمة الاكل نغير انظمة التمرين بس طيب انا لازم عشان اروح الجم انفعش كبيرك على هدف معين بس انا بالفت نظرك لحاجات معين يعني ممكن ميجي حد يكلمني كابتن انا عايز اعمل حجم عضلات معين هو مثلا عنده نسبة دهون كدير جدا بيبقى الاولوية اكتر ان انا اخصص دهون يعني منفعش اخليك تزيد عضلات وانت عندك كمية الدهون عالية جدا لازم قل كمية الدهون دي فالاولوية ساعتها لان انا عمل نظام اكل سعرات وقليلة لان انا بحاجة اسمعها عجز السعرات الحرارية انا مثلا جسمي عملت فيه جهاز موامبادي دلوقتي بيجيبلك انت بتحرقي قدية في اليوم نسبة الدهون قدية نسبة العضلات نسبة الماء انا على اساسها بحطيلك نظام اكل بعملك فيه عجز في السعرات مثلا انا جسمي بيحرق الفين انا بقى اختراح 500 سعرات حرارية وبنعمل كده اسبوعين مثلا ثمانين فبتلاقي الجسمي بعد لما بعمل عجز في السعرات يبتلي يستخدم الدهون المتخزنه فدهون الجسم يبتلي تنزل بس وقتها يبقى الاولوية انا يخص الدهون اكتر واحد تاني بيجي الجمي مثلا كابتن انا عايز بقى نفسي احسن فهتم اكتر بقى جسط الكارديو الكارديوالي تريد ميل نط الحبل الحاجات اللي بتعدي ضربات القلب بس فالهدف تختلف حسب الشخصيات انت ممكن ناسا بقى هدفك انا عايز جسم كويس مش عايز اشيب بس انا عايز بقى سحيط كويس نايف كتير على الهوا انت موادي متريحون م Civ preferences انت موادي علامة عن التمرين وعن بدان وعنمن التمرين وعن على الكل السحي يبقى اكتر نصاياح الناس انت آتك نصايح السحي او حاجات يتم腰 فعن طبي exactamente التمرين الكارديو هل يتبلي التمرين الكارديو Oo 等قى ايك Edge إلعب حديث ما تعملش كارديو عشان بيخصص أو ما تجريش على المشاية أو خليك في تمين الجيم عشان الجيم الكارديو بيخصص عضلات تمينو الكارديو دي اللي بتخلي عضلات قلبك أحسن الحاجة اسمها الكارديو فاسكولار سيستم الجهاز الدولي التنفسي فتمينو الكارديو مهمة جدا لرقتين مهمة لصحة الجسم زيادة ضخ الدم للعضلات زيادة نسبة الأكسجين في العضلات وطبعا كلنا عارفين أن الأكسجين بيزيد في العضلات حجم العضلات بيزيد أكتر وسرعة ركوفري طبعا فهي مهتملين مهمة جدا والناس بتخص فالناس كتير بتهتمي بها في فترة التخصيص يعني ممكن تروح للدكتور دايت يقولك عملي نظام أكل وعملي بس تريد ميل أو عملي بس مشاية فسعادتها المشاية دي أو التريد ميل أو المصطلحات اللي هي خاصة بالحاجات اللي بتعليل ضربات قلبك هي أجسل الكارديو تمينو طيب هناخد آخر سؤال بعد كين هننروح لفاصل إيه هي أنواع لضايت المنتشر حاليا أنواع الضايت بقى كتير قوي وممكن أكلمك عنها أصلا بس أكتر حاجات الوقت المنتشر جدا كيتوجينك ضايت ده عمل يعني ناس كتير بقى تحبه جدا كيتوجينك ده عبارة لنت بتأكل كل أكل من الفات الدهون بس ناس كتير متعرفوش الفترة دي وناس كتير بقى تتبقى في مصر بيبقى 75% من أكل الدهون لأنا باكل أبوكاتو باكل سيدة بلادي باكل صفار بيت باكل نسبة دهونة عالية جدا ونسبة بروتين قليلة وكارب يمكن أن يكون منعدم جدا وفيه كارب سايكل اللي أنا بنظم الكاملوليت معنا اتصال مدمونة من منصورة إزايك عاملة إيه؟ ألو أيها مدمونة إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله كويسك أنت عاملة إيه؟ لو تمحتك بالصورة أنا الحمد لله سميم وظهر تفضلي طي بس ألي سؤالي بس أنا بعمل بروحي الجيم مرتين كل أسبوع تمام فكتب تعالي تعرف إيه؟ يعني لما تعرف المتبولة وكتب في الجيم أنا طولي 150 سنسي تسعة وثمين كيلو هل دوت عايزة بس الحناف اللي هي الأكل المميز عايزة عرف أكل إيه؟ أوابع عن إيه؟ أصلا يعني لما بخلص الجيم يعني بأكل بطريقة فضيئة بطريقة فضيئة بطريقة فضيئة بحس إن أنا ما عملتش أي حاجة يعني في التمرين أنا بعملت تمام فلعبت على حاجة حاجة صعبة وما عارفة طي برد عليها كابت إن هي مفروض بعد أن تخلصها هي ردتها على نفسها بتقولك أنا بعملت أتمرن بأكل إن أنا عايزها كيني ما عملتش حاجة هي ردت على نفسها جوي يعني يا باوز كل التمرين؟ أنا تلوقتي اتمرنت شكرا حرقت صعرات حارية أنا دخلت التمرين حرقت مثلا 500 صعرات حارية أنا بعمل عجز بالصعرات عشان أخصي طولها 159 باين وأوزناها 70 فلازم تخصي كده في كدوات أكتر شوية من طلب كتير فوقتها لازم تعمل عجز بالصعرات بس فعلاً هو بعد التمرين بأي شخص بيبقى خارج جعان جداً تمام بس جعان مش هاكلت جنك فود ماكلش مثلاً بيرجر ماكلش بيزا هيكل أكل صحي زي إيه مثلاً أكل صدور فرقمة شوية سمك سالمون مع روز مسلو نبقى جعانين أكيد طبعاً بس إن بجد لو الناس بتنفسها لها تأكل أي أكل أكيد مش توصل النتيجة لها عايزها مش هتلاقي حد عامل جسم كويس وبيأكل جنك فود أجليل قوي يعني طيب إزاي الميا بتعمل الكرش بقى السؤال الميا بتعمل الكرش الميا بتعمل الكرش الميا بتعمل الكرش الميا زيره سعرات أصلاً يعني مش فاهم اللي قال الكلمة دي قالها إزاي لا دي بتعمل الكرش وفي ناس كمان بيقولوا الميا بتتخم ما مش عالف إزاي الميا زيره سعرات الميا ملاحس إيه سعرات حرائية هي بس ما تشربش مقبل الميا بنصف ساعة وبعد بنصف ساعة مش شان كرش ولا أي حاجة عشان بس بتأخر الهضم بتعمل عصر الهضم لكن ما يملهاش أي علاقة بالكرش أصلا ما كويسة جدا بس الناس كي بتقولك الشابشو ماي عشان بتعمل الكرش أكتر حاجة باستغربة جدا طيب إيه فايدة الزبادي باللمون أولا اللي هو كل إنت عايزه كل زبادي باللمون بصي فيه دحكة على الناس كتير أولا عشان بس الناس ممكن تستغرب من الكلام ده الزبادي باللمون شاي أخضر قرفها بجنزبيد على الريق خلي طفاح الحاجات دي كلها لو مش عامل نظام أكل مش حوصل للطرجة بتاعي لأن احنا برضو هنتكلم في آخر نقطة السعرات الحرارية هي اللي بتتأثر في جسمي سواء حزيد أو أخس أنا لو باكل كل يوم أكل كل شنك وزيوت وباخد الحاجات دي عمي مع أخس هي بتعلي الحرق بتساعد اللي بتعلي لك الحرق شوية بس وقتها أعمل عجز بالسعرات أكل أقل ما جسمي محتاج الفكرة الناس عايزة تاكل ليه عايزة وتشرب بس شيء أخدر لكنها تخص مستحيل جدا طبعا صعب يعني طيب بس أزينك هنروح لفاصل وهنرجع تاني ورجعنا من الفاصل ولسة مكملين مع كابتن حامد إحنا كنا آخر حاجة كنا بنتكلم عليها الزباجة بالزمون إلا أنا شخصين بحبه بس نوع منه لما أسيبت جيم إلى عضلات اللي أنا بانتها ممكن تتحول لدهون أو تعمل ستريتش مارك أو الماكين ببوث ستريتش مارك سأعمل علامات الترهولات الجل أول حاجة كانتك بتقول لي أنا عايزة ستيك تحول حتة دهون في عملك سمعتي قال لي كده ستيك بتحول دهون أو حتة لحن عمي سمعتها بكده لا ما فيش حاجة سمعها كده خالص النسيج العضلي حاجة والخليات الدهونية حاجة أنا عندي نسيج عضلي بيكبر بس بالتمرين وبالتخزين لما بطل التمرين أكيد النسيج العضلي ده هيخس أو هيقل لكن إن يتحول لدهون ده صعب مستحيل عمرا ما تحصل أصلا ففي ناس كتير خالطة أنا سيقول لك كابتن لو سيبت الجيم جسمي هيبقى هيتخل أو هيبدل دهون دي عضلات فيش كده خالص الدهون بتخس النسيج خالية دهنية ونسيج دهنية ودي عضلات خالية عضلية ملاش أي علاقة بديعضة خالص طيب عايزين ندي نصيحة للي بيروح الجيم لسه جديد وبيزهقه الزهق ده طبيعي أول فترة خصوصا لو هو معهش مدرب المدرب أصلا مهمته اللي هو يحفزك تتمرني يعني أهم حاجة في أي حد ممكن يبقى معه مدرب علي السلام عليكم السلام عليكم أيها أماني السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام عندك سؤال أماني طيب واتي تلفزيون شوية حالو أيها لو سمحت بأقول لك أنا عندي منطقة البطن من دايلاني جوي لإيه منطقة البطن يعني أنا الفترة يعني مش على طول بس الفترة عشان احرق اللي في جسم احرق الدهون اللي في جسم الناس كتير قوي بتشتكي من موضوع البيت اللي بطني مثلا بعد الولادة او عمتا بس ما عرفوش يتخلصوا منه تمام انا هرد الاول على السؤال اللي تساعد الاول اللي هي دون بطنة سواء اي انا شايف اللي هي حد مثلا مش عرف يعمل دايت او على اقل مش عرف يحسب السعرات على الاقل اقل الزيوت جدا عمنا الزيوت تماما اللي انا خلي اكله كله معظمه يقمى شويه انظف الاكل على اخر جدا اقل نسبة النشويات يعني ما ينفعش ابقى حاطة رز وعيش اللي اتنين يعني رز يعيش مصدر كاربودريت واحد لكن انت بتلاقي رز وعيش وحاجة ما قلية الاكل المصري النفسه طبعا مليان دهون وصعرات حرية عالية جدا فلازم نتحكم في الحاجات دي نمنع السكريات نمنع الزيوت المهضرجة اللي هو الزيت المهضرج ممكن نشتغل بزبدة بلدي هبقولك في نهاية الحلقة لزبدة بلدي مفيدة جدا وصحية بس بالنسبة قليلا تمام جدا ونمنع المياه الغازية والشوكولاتات والحلبات اكيد ساعتها هتلاقي بطنات حسينة وعلى الاقل تتحرك يعيش ناس كتير عايزة توقع البيت اللي هي بس تاكل صرطة او زبادي باللمون تلاقي بطنات تخسيت على الاقل لازم تتحرك طيب اللي مش بيروح الجم ممكن يربط بطنه او يعمل اي حاجة او تمرين مثلا معين ممكن يعمله على الصبح مثلا عشان بطن تشد بس كمان فيه تمارين بتتعامل في البيت كتير يعني ممكن لو حد عنده التكنولوجيا بقت منتشرة جدا سهل جدا تنزلي قاب فيه قاب على التليفون بيباريك تمارين ممكن تعملها في البيت او فيه تمارين جدا ممكن تعملها في البيت على المات او على اي سجادة الصلاة التمرين بطن بس برضو هنرجع لها لازم تزبط اكلها اي حد هيقلك فيه تمرين بينزل البطن او بينزل الرجل والريجيم الارداف او الي الارداف او الرجيم البطن ويقتش الكلام سعرات جثمي بيفكة الدهون من الجسم كله لافيش حاجة اسمها رجيم لمنطقة معينة لافيش حاجة اسمها غاية لانها حك Basmas احنا بنقلل سعرات او بنقلل الأكل اللي بناكله سعرات الحراية اللي داخله اشان جثمي يبتل يستخدم الدهون اللي في جسم كاطاقة وقتها جثم هي تخص الدهون هيستخدم بقى الاول دي عصف الدنيات يعني فيه ناس ممكن تلاقيها بتتخم رجلها الناس تانية بتتخم بطنها دي اخترافات جينات بس جسمي بيفكد دهوم من الجسم كله طيب لو ست الحامل على طول بقولها هي بتاكل في اتنين او بتاكل اتنين يعني بتاكل اتنين طبيعي جدا تزيد بس فيه مشكلة كبيرة جدا او ما تكي تحمل يقولها انت بتاكل الاتنين فتبتلي تاكل بتاكل دهونا تبقى اشقراطات يعانا ما اختلفناش بس انا لو باكل شوكولاتا او باكل اكل في سكر عالي السكر ده ملوش اي فايدة هيخش يتخزن دهون لكن لو انا اديت الحد الحامل ده اديته اكل صحي اديته مثلا شوية مكسرات خد بوتاسيوم خد فيتامينات كتير خد مينالز كتير اديته طبق سلطة اديته بروتين الفكرة مش في الاكل السؤالات اللي جاية السؤالات اللي جاية دي جاي منين انا لو اخدته سكر يتخزن دهون ملوش اي وظيفة يرفع سكر الدم يتخزن دهون لكن اوديتني مثلا بروتين وديتني سلطة لا فيه فيتامينات خدتها فيه بروتين دخل عشان الجنين برضو محتاج بروتين عشان تكون انسكته ده مهم جدا في الحامل اللي انا هنهتم بالبلوتين نهتم بالاخذين اللي فيها دهون دهون صحية برضو هرجع قوية ناس كتير فاكلة للدهون دي اخطر حاجة الدهون مفيدة جدا تتنظم الهرمونات فيه فيتامينات ما بتتفرضش الا فيهرمونات زي الف و دال و كف و و و كف تو و ف الحاجات دي مستحيل جسمك انتصالف وجود دهون اللي هي الدهون الصحية برضو قلنا عليها قبل كنا كتير كتير اللي هي زيت الزيتون افوكاتو مكسرات كوكونات اويل الاخر مرة زبدة بلدي فيها كل حاجة انا احبها الصراحة بس كثير بك زبدة بلدي مظلومة جدا في فترة الفجاتي دي ناس كتير بيقولك ما دخلش زبدة بلدي عشان الكولسترول ملاقش علاجة خالص بكلسترول الدم كلسترول الدم مليوش واقع بالاكل على فترة يعني زبدة البلدي اللي بس من اكيد ما كنتش واخد هرمونات عشان بقى ااخد هرمونات كتير جدا فيها فيتامينات الف و دال و اي و كاف و كاف تو بصورة مباشرة اللي هو جسم عالم تصوم على طول فهم هم جدا طيب بعد الولادة ترجع اول حاجة تبتدي تضبط اكلها تبتدي بعد الولادة برضو تثبيت الاكل برضو هفضل عيدلك طول الحلقة اللي تثبيت الاكل اهم حاجة لأي هدف عايزة زيد عضلات هزبط اكلي عايزة اخص الدمون هزبط اكلي عايزة ارجع جسمي تاني بعد الولادة هزبط اكلي تمام فلازم تضبط اكلها بعد الولادة تبتدي تتمرن لان فيه دكاتر تجيب او ما تحمل تقولك ما تتمرنيش ما فيش كده خالص فهي ناس كتب بتتمرنوا يحامل فيه تمارين محظورة ماينفعش تتعمل بس دي كم عالزيك ومهام داريب محترف او مداريب فاهم هيمرانها ازاي لان فيه ناس بتتمرن لحد الشهر التاسع او بتتمرن لحد اخر فترة الحمل دي حاجة حيولة جدا لها ينفع التمرين ينفع تتمرن بس فيه تمارين معينة ودعش تعملها تمارين هو اوضاع معينة على فيه التمارين ماينفعش تعملها عشان بس الجنين وصحة بجنين والله منشوف بره ناس كتب بره ناس كتب بره بتتمره على قل تعمل كارديو على قل تعمل حركة تتحرك لكنها طعب من اول شهر فطبيعة تزير ما طبيعة تزير قاعد من اول شهر وباكل سؤالات حارية هتخزن دهون الجنين هتخزة او عيتغزة برطيق مش هاكل الاثنين معناها هل انا اكل شكولاتة لا اكل اكل كويس اكل اكله صحيح رجع تاني للنقطة اللي احنا برضه انا عشان خاطر لسه نازلة انا مثلا تمرين جديد ازاي مزهر يعني قولي على حاجة محددة الناس كلها بتزير ليه هدف انت ممكن تجونيه على فكرة انك توصي الهدف معايا مش معناها اللي انا اكون متحمس كل يوم الفكرة انك تتمراني في اليوم اللي انتي تعبنة فيه وفي اليوم اللي انتي عندك موتيفشن فيه لازم يكون عندي هدف اول حاجة انا احدد هدف الناس كتير نازلة الجيم معندهش هدف انا راح الجيم بس عشان اتقال علي راح الجيم لكن لو حد عنده هدف بجد بيتمرط اكيد هيزها بس اكيد عشان شايف اللي جسم نفسه بقى كويس واحد عنده سمنة واحد عنده ضغط واحد عنده سكر التمرين بقى مهم جدا لحاجات كتير غير الشكل والترك عليها في اول الحرقة اللي لازم التمرين بالنسبة لنا بقلايا في ستايل مش قصة انا بتمرن ثلاث تشور قبل الساح او عايز اخص عشان فستان الفرح كتير بتتقال دي انا عايز اخص عشان انا فرحي كمان ثلاث تشور خسن نفسك الاول اكيد للفرح واكيد خسن نفسك طبعا اكيد جسمها بيحلو جدا في الفستان بس لازم برضه يعلي نفسها اول حاجة لصحتها احنا تلوقتي كلسترول في السماء ضغط دم في السماء سكر سمنة اطفال الحاجات دي كتير جدا من الاكل الناس مش فاخدوا بالها لدم الاكل الاكلنا بقى بشع بطلقة عشان طيب كنت بتقول لنا عن الانسولين اي موضوع الانسولين اللي بيتاخد عشان ايه كل ده لا دي حاجة تانية في البادي بيرلز كنا مندردش مع بعض اللي في ناس اللي لعبة نفسها بقت مظلمة في حاجة كتير لعبة الجيم او منشطات او المنتجات اللي بياخدوها الابطال او اي حاجة بقت محظورة لأي حاجة مكملات غزائية بقت مضرة لا فيه الناس اللي بنفرق بين مكملات غزائية اللي بتكمل احتاجات جسمي زي ممكن تعملية حالي تلاقي نقص فيتامين دال فتاخدي ملتي بيتامين او تاخدي فيتامين دال دا اسمه مكمل غزائي لكن مرشطات لا دي حاجة تانية هرمون زكورة انسولين الناس بتاخد انسولين ابطال كمال اجسام دي مش حاجة ليه ليه ما يسيبوش الجسم بتاع باعته ليه ياخدو انسولين يعني انا مقدرش اقولك ليه بس دي بتبقى اختيارات الشخص نفسه يعني فينا تختير شخص زي اللي بيدخن وقوله غلط في ناس كتبت بيبقى عارف الفكرة اللي فيه ناس كتير بيتدهك عليها تعال احاول جسمك في 3 شهر خد الحاجات دي بس الحاجات دي ممكن تضر جدا مستقبنة كما بس شايف الهدف القريب اللي انا عايزة بقى شبه الفورمة دي لك لأ فيه ناس كتير ممكن تخش الجيم وتعمل فورمة كويسة وحلوة جدا من غير اي مشطات او من غير اي حاجة تضر صحيحة لو زبطت اكلها وتمرنك كويس وما استعجلتش النتائج طبيعي نتائج السريعة اللي تيجي في وقت قصار جدا بديها جدا لازم نتيجة تيجي ببطيقة ومعها تغيير عادية تغيير عادات يعني انا كنت بافتر مثلا اكل كل الدهو انا غيرت عادتي بقى تاكل اكل صحي بقى تاخد شوفان واخد زبادي واخد فاكهة او فاكهة مجففة ومكسرات ده بقى روتين ما ينفعش احس اللي الاكل ده بس سجن ان انا بعد 3 شهر هرجع اكل تاني بقى شوكولاتة وحلويات لازم تكون اغاية اللي عادات خالص اللي انا هتحول اكل اكله صحي واشرب مية واتمرأ ما يكونش هدق ما يكونش مدق سيارة او ما يكونش تلت طوش رحيس ان انا في سجن ان انا بعد ما خلص انا هرجع اكل تاني طبيعي كل اللي انت عملته هو على قد طيب معانا اسماء من اكتوبر ازايك ازاي حضرتك تمام الحمد لله ايه سؤالك اه تفضالك حاضر طيب كنت عايزة بس اعرف حاجة اشربها عريق تنزل الدهون طبعا مع تذبيط الاكل انا فهمه بس عايزة نصر حاجة اشربها عريق حاجة ااكلها قبل منام تحرق الدهون يعني اي حاجة تنزل الدهون يعني اي حاجة تنزل الدهون وزنك وزنك قد ايه وطولك طولي 165 ووزني 85 تمام بشكرك اسمعي بقى الاجابة تمام ايه 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 انا نزل الدهون حوار تزبيط الاكل حاجة ممكن تشربها عريق ممكن حاجة بتتعلي الحرق شوية خالة طفاح ومية ولمون التلاتة مع بعض ممكن بيعادوا الحرق شوية وطبع المشروبات تعلي الحرق فيه حاجة كنتي بتعلل حرق خلي طفاح لمون فيه أعشاب بتعلل حرق زي الكوركم قلنا خلي طفاح قلنا اللمون حاجات دي بتعلل حرق أهمهم المياه طبعا والرياضة ده كله بيعلي حرق ولازم تكون مقللة برضو كميات الأكل التي تاكلها والصورات اللي دخل جسمها طيب السؤال ده كده انت تشتغل مع فنانين يعني مرمت فنانين بدون ذكر أسماء للفنانين أكيد طبعا عشان التمرين معهم أصعب ولا مع الناس التانية التمرين بيبقى لأ أولا بمبسوط جدا بالذات لو مرم حد أصلا مشهور أو حد أنا أصلا بحب شخص بلنا أصلا حد أنا بحب تابعه فأكيد طبعا اهتمام بيزيد طبعا ما يهتم من الناس كلها بس أكيد لما يكون معك حد أصلا لي قامة معينة أو ليه تاريخ معين مهتم جدا أنا اهتم بيه طبعا عشان بيبقى أولا عشان كريل شغله ثانيا أنا بيبقى بحب اللي أنا بيعمله معاه اللي أنا بيمرده كويس وده حاجة حلوة في اسمه كريل طب لو حد عنده مشاكل في الرقبة والظهر طبعا الرقبة دي مشاكلة كبيرة ممكن تبقى خشونة وممكن تكون مثلا وزن زيت ممكن تكون إصابة فالرقبة دي ليها أسباب كتير أولا نحدد السبب خشونة خلاص إبقى أنا عرف درجة الخشونة سمنا يبقى لازم أخس عصابة يبقى ليها تأهيلة عليك طبيعي بس على الأقل الرقبة لازم أتكوّل عدلات المحيطة بيها اللي أتكوّل عدلات الأمامية اللي هي ميت الرجل وخلفية الرجل والسمانة اللي هي تشيل الواجع الشامل على الرب وطبعا اللي أنا عرف سبب القلم ده إيه أو سبب الواجع إيه ده وحاول علمه وأسفر الظهر طبعا ده مشهولة جدا ناس كتير الظهر أبي وجعها جدا مثلاً ضغط الفكرات قاعدة غلط مثلاً عنده وزن زياد في بطنه عشان كي تلاقي أي حد حامل بمسك دهره يعني بتأثر على دهره الظهر فأسباب كتير أول وجع الظهر بابا طيب في ناس ممكن تكون بتتمرن ويحصل إن رجبتها ليه تعبت أو بتوجعها خلاص مش بتقدر تتمرن يبقى بيتمرنش يبقى ممكن بيعمل أدأة من غلط ممكن يكون بينزل يعني فيها كتامير اسموسكواتس مثلا أو ممكن يكون بيعمله غلط ممكن يكون نازل نازلة أصلاً مؤسرة على الرجبة أو معامل الحملة كله على الرجبة ممكن يكون عنده مشاكل في الرجبة ممكن يكون وزنه زايد يعني ممكن منفعشه حد وزنه زايد وخليه يعمل مثلاً جامبنج كتير لا أكيد طبعاً لازم احتمل إذا نازل وزنه بتضايد طبعاً أو الحاجة وتمريمه مناسبة لحالته بعد كده بتري صعب التامين شوية ولو عنده علامة في الرجبة ممكن أسباب كتير ممكن ضعف عضلات الرجلية مؤسرة الوزنه زايد على رجبته إلا بقى لو أسباب أو مرض محتاج مش مرض إصابة محتاج عليك طبيعاً أو خشونا مثلاً دي منتاشر أول فترة الأخيرة يعني ممكن مثلاً رجبتي توجاني لو أنا شلت وزن أتقل أتقل مني طبعاً فعشان كده بتبدأ الفترة طويلة؟ لازم يكون معك مدارف فاهمة بي الأحمال اللي مرض فيها حاجة اسمها تغطية أحمال يعني فعشة ديك وزن أنت أصلاً عضلاتك مش مستعملية أو أنت أصلاً جسمانية مش مؤهلة لي لازم تتأكدي أن حالتك تسمح أنك تشيل الوزنه أو عضلاتك تتأكده اللي أنت تستحمل الوزن ده يعني عشان كده ممكن تخشي ناس لوحده وفاكر اللي هو داخل يرفع وزنه ممكن حد يتمرن لوحده شاف فيديو مثلاً البطن داخلي قلده طبعاً حجم عضلاتك الحجم عضلاتك تاريخه في اللعبة غيره بيتمرن بقى لو سنين انت بقى لك أول يوم فما ينفعش برضه نربط الوزن بحجم العضلات اللعبة دي مش باور ليفتنج مش رفع أسكار لا كمال أكسان أو فتنس اللي انت بخلي جسم شكله حل فإحنا مش داخلين نقصة رقم معين في التمرين مش داخلين نحن نعمل أحط الوزن لا إحنا خديد بنعمل تكرارات اللي احنا نخلي العضلة بيخش إلى كمية دم كبيرة باكسوجين ما بيخش الدم بالاكسوجين بالعضلات بيهد الأنسجة فبتطار تبيني تاني أكوا لأنها رفع وزن تقيلة بيعاندي عضلات كبيرة خالص أفضل وقت للتمرين الصبح ولا بالليل؟ والله يعني فيه ناس كتير قالوا الصبح لأسباب كتير هي مدارس يعني الاثنين فيه اختلاف رأيي يعني انت بتختمعي الاثنين وبتحددي الأحسن لك أولا برضو بتخذيف برضو تانيا للشخص أول حاجة الناس أي كتير للرجالة بتقولوا اتمرن الصبح اللي هو ساعات الصبح عشان نرمون الزكري يبقى أعلى شوية بيقى مناسب جدا التمرين الصبح وناس كتير ما عنداش الامكانية تتمرن الصبح حد شغال مثلا من صبح لحد خمسة المغرب فأكيد حتمرن بالليل فالتمرين بتحدد حسب الوقت المناسب لك بس انا بنصح طبعا الصبح بصراحة بعدو بتلفطار بساعتين ممكن تتمرني وممكن بالليل لو انت ما عندكيش وزيرة تانية بس أهم حاجة تتمرني يعني بلاش تبقى دي حجة ان انا ما تتمرنش لا لازم تتمرني بالنسبالك التمرين في البيت أفضل او التمرين في الجيم التمرين في الجيم طبعا التمرين في البيت ده مفيش موتيفاشن خالص فيه ناس كتير جابت اوزان وجابت ماشينز في ديوت ما تمرنتش انت ممكن تعرفيهم كمان شخصيا اكيد صاحبك ايدي كان جبت تريد ميل وما لا مستهاش واستهدمتها اسبوع وعايز ابيعها بتحصر كتير جدا مفيش حماس مفيش ماشينز بترضو الجيم فيه حماس فيه ناس حواليك فيه ناس بتتمرن ممكن تروح انت وصح بيتك حد طبع يعني انا واحد صاحبي فبنحمس بعض وفيه ماشينز كتير اكيد في البيت مش هتعميه كل ده بس لو ما فيش امكانية لده انا اتمرن بس في البيت طبعا يعني مفيد برضو بس اهم حاجة مرضو التمين بس الافضل طبعا الجيم لشان ماشينز كتير يعني مش هاد البيت اكيد يبقى فيه عدد ماشين قليلا جدا او درابق قليلا جدا مش القدار اللي انت تتمرن كل التمين احنا معانا صور صورة الشيادة دي كانت فين ده كت حمد الله كان من فايفرز جيم نادي الجزيرة كتواخد احسن مدارف فارع الحمدلله في ثور تاني ودي نا دي عادي جدا بطولة بعد طورة لعبت بطولة في منصورة بسم امسترفت ودي برضو تاني مرة اخد احسن مدارف نادي الجزيرة فارع فايفرز نادي الجزيرة طبعا اخدتها مرتين يعني تلت مرات الحمدلله ما شاء الله ازاي نبني ظاهر كده تمرين. أنا على فكرة داري كم قتب جداً. إزاي نعمل الثورمة دي؟ محل تشغل تعمل. بجد داري كم قتب جداً. أتكلم مرضو على القتب عشان في ناس كي بتسألني عليه. تليفون. رأب تبازت. في ناس كتير بتمسك التليفون كده سعاد كبيرة. فقراضة الرأبة تدمرت. القعدة غلط فترات طويلة. السواء الفترات طويلة. أسباب كتير بتعمل قتب دار طبعاً عدم تعاون شانطة المدرسة للأطفال. تقيلة جداً. بشوف أطفال شانطة تقيلة. طبيعة جداً يحصلوا قتب. الطبيعة عاود الطفل يفرد ضهره. حاجات كتيرة بتعمل قتب. القعدة الغلط لوقت تخويل. تمام. السواء. يعني مفروض القعدة الصحة. فعلت ضهري كتفي وراء. وضهري اللور باقي. تعاود. هي تعاود. كل حاجة تعاود. زي اللي تعاود يقعد ضهر غلط أو التعاود يقنم على وضع غلط بوز رأبته. فأول سبب لانت الزباط القعدة طبعاً. وتاني طبعاً الأسباب كتير بقى التليفون بيعمل ضعف فقات الرأب بجامد أولاً. فلازم نزبط الحاجات دي. وطبعاً الرياضة. كما بتمرن عضلات رجل تقعك و بتشد الروحين بتعضاها. فجسمي مفروض أكثر. ايه هو الوي بروتين. الوي بروتين. الوي بروتين ده المكمل. اللي نجاي من اللبن. بيجفف بشيرش. عارفة شيرش اللبن بيقطع. بيعضوا الوي بيعضوا الشيرش ده. معالش هقطعك و نكمل تاني عشان معانا ناهد من اسكندرية. ازايك؟ ألو. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. تفضلي قولي سؤال. اه تفضلي. انا حضرتك كابتن عندي 31 سنة. ووزني 73 كيلو. وكنت 80 كيلو ونزلت باية 70. وكنت 70 وزدت 3 كيلو. في أسبوعين. نزلت جم شح. ونزلت 3 كيلو. وريحت أسبوعين وزدت 3 كيلو ده. فأنا عايزة أنزل كمان. طب لما ريحت كان أكلك هو هو؟ لما ريحت أكلك هو هو؟ ولا زودت الأكل ورجعت تأكل تاني؟ انا ريحت خالص. سفرت أسبوعين ورجعت فزدت فيه. انا فهم. بس انت أكيد رجعت لأكلك التاني الأكل اللي هو في زيوت أكيد أو في سكر. ايوه. في الأسبوعين ده رجعت لكل حاجة تقريباً. مع الفكرة أنت إذا ما تبطل تمرين لازم تلتزمي بالأكل تاني. يعني أنا بطلت تمرين أكيد. أكيد هخلي بالي متضايت. على الأقل التمرين بيحرق سعرات. في الناس كتير تبطل تمرين وبوز ضايت. طب على الأقل أنا بطلت تمرين نصبت ضايت. عشان راح حافظ على الأقل لو سلتره. فلكن الناس بتسيب تمرين لأ خلاص. أنا حاكوا إن أنا عايزه. فأكيد حديده تاني. لكن تنزلي تاني أكيد أنت عارفة اللي أنت لازم تعمل يضايت تاني. وتبدأ جاعة تضايت براين الأول وجديد تاني. بشكرك لاتصالك. الوي بروتين. هنكمل الوي بروتين. الوي بروتين ده جاي من شرش اللبن بيقطع. بيأخذوا الوي بروتين بيشيروا منه اللاكتوز اللي هو سكر المرن. اللبن بيقطع. يبقى شرش اللبن. بيأخذوا اللبن بيجففوه. بيطيفوه عليه بقى معادن وفيتامينات. ويشيروا منه اللاكتوز اللي هو سكر اللبن اللي بيعمل انتفاخاته. المصر أصلا مصريين كتير أو ناس كتير ما عندهمش حمد اللاكتزة اللي بيهضم أصلا اللاكتوز. هو ده الوي بروتين. اللي هو مكمل الغذائي اللي مصدوم في كله أي حاجة. أي حد بيأخذ وي بروتيني أو بيأخذ كأنه بيأخذ نشطات. لا ده مكمل أكل بروتين. بيكملك احتياج جسمك من نسبة البروتين نفروض تخش الجسم. لو أنا باكل كويس مش محتاجه. لو أنا محتاجه أو باكلش نسبة بروتين لا أنا أخذ واي بروتين عادي. بس فده مناسب جدا لأي حد نزل الجيم وحلو جدا ومفيش لكتوز. وهيزود لك نسبة العضلاتين فعالبنت يتأخذ والراجل يأخذ. طيب شكرا لك. وهناخد منك كلمة أخيرة بقى لنشجع الناس لهم ينزلوا الجيم ويعملوا دايت. تمام. آخر كلمة اتمرن لصحتك. لما تتمرنش بس عشان حاجبه عضلات. أي حد يقول لك خط منشطات أو أي مداري بيتحك عليك في اللعبة دي. ويقول لك أنا أخليك جسمك زي بالزبط أو زي الباطل الفونير 13 شدة بيتحك عليك. اتمرن لصحتك وتم بأكلك بلاش خالص جوا منشطات أو أي حاجة ممكن تلعب في جينات جسمك. اتمرن طبيعي والتزم بأكل هتوصر نتيجة كويسة. وأخيرا الناس اللي عندهم سمنا بلاش نخلي الضيط سجن. إن أنا خايف من كلمة الضيط أو خايف كلمة من رجيم. خليه إسطو بحياة. خلي إسطو بحياة إنك كويس وتعمل رياضة وتشرب ماء. أكيرا انت شايف لنسبة كبيرة بقى عندها سكر نسبة كبيرة بقى عندها ضغط. ناس كتير بقى عندها ما شايف الكوليسترول كل ده من أكل. لازم تزبط أكلانا. شكرا. بشكرك جدا كابتن حامد وكانت بجد حلقة موفيدالية وإن شاء الله لسادة المشاهدين. بشكرك كمان مرة. شكرا. لو أفضلت.